السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة موضوعا عن تورم القدمين والكاحل لأن تورم القدمين والكاحل من المشاكل المهمة جدا والمشهورة بين الناس وخصوصا الناس اللي بتقعد مدة طويلة أو بتقف مدة طويلة وطبعا فيه أسباب كتيرة جدا لتورم القدمين والكاحل النهاردة هنتعرف على أهم 12 سبب يسببه انتفاخ وتورم القدمين والكاحل أول حاجة التهاب المفاصل وده من أكتر الحالات المنتشرة بين كبار السن لأن التهاب المفاصل بيسبب تورم في مفاصل الجسم والقدم والناس اللي أكتر عرضة اللي عندهم روماتيزم أو روماتويد في المفاصل تاني حاجة الجروح والإصابات بالقدم زي التواء القدم والكاحل والردود في القدم وكمان أي جروح ممكن تصيب الأوايا الدموية بالقدم واللي بتعتبر من أهم أسباب تورم القدمين عند كبار السن وكمان الناس اللي عندهم سكر تالت حاجة عدم تناول كميات كبيرة من المياه هيسبب احتباس السويل في الجسم علشان الجسم بيحاول أنه بيحتفظ بأكبر كمية من المياه ومع أمر الوقت يحصل تورم في القدم والكاحل رابح حاجة الإصابة بمرض النقرس لأن زي ما احنا عارفين مرض النقرس بيسبب تورم في الأصبع الكبير للقدم وكمان ممكن يعمل تورم في القدم بسبب تراكم حمد اليوريك أسد في مفاصل القدم خامس حاجة مفيش مجهود بيتم يعني عدم القيام بمجهود بدني لفترات طويلة فيسبب زيادة في الوزن وبالتالي يزود تقل على القدمين ويسبب تورم في القدمين سادس حاجة خلل في الأوعية الدموية بالقدمين نتيجة مثلا الإصابة بجلطة أو التهاب في الأوعية الدموية فيسبب عدم وصول الدم بكمية كافية للقدم مع احتجاز الدم الوريدي في القدمين سابح حاجة الإصابة بأمراض معينة زي أمراض القلب قصور الغدة الدرقية الضغط السكر مشاكل الكلا والفشل الكلاوي تامن حاجة الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة تسح حاجة أثناء الحمل ده بيعتبر تورم طبيعي جدا في القدمين وبيختفي تدريجيا بعد الولادة لكن لو حصل التورم ده تورم فجائي أو كان شديد جدا ممكن يكون علامة خطيرة لتسمم الحمل اللي بيكون بسبب ارتفاع ضغط الدم وجود نسبة عالية من البروتين في البول وغالبا بيظهر بعد مرور عشرين أسبوع من الحمل السبب العاشر ممكن بعد الأدوية لها تأثيرات سلبية وممكن تسبب احتباس السوائل في الجسم زي الكرتزينات والهرمونات زي هرمون الأستروجين وبعد أدوية السكر وأدوية مضادات الاكتئاب وكمان أدوية الضغط السبب اللي 11 الناس اللي بتاكل ملح كتير في الأكل أو مخللات أو زتون أو بتقطر ملح في الأكل يعني السبب اللي 12 اضطرابات بالدورة الشهرية ممكن يسبب بعض حالات التورم الخفيف المتكرر في القدمين عند النساء دول أهم 12 سبب لتورم وانتفاق القدمين والكاحل اتعرفنا عليهم في الفيديو ده الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتعرف علىه إزاي تتخلص من تورم القدمين بطرق بسيطة جدا وطبيعية في البيت ما تنساش تعمل لايك للفيديو ما تنساش تشارك الفيديو وتشيره مع أصدقائك ولو عايز تشارك في قناتنا على اليوتيوب هسيب لك الرابط في أول تعليق تحت الفيديو بتمنى ليكم الصحة والعافية سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم واخد دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته